سلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله هاد نهار واسفا لديو جديدة ان شاء الله من المطبخ نضيف لكم فلاشين قد يغزاله و احسن بكثير من المحلات مقادر جنيواز كما قلنا كنا نحتاج جوج بيضات بحرارة المطبخ 50 غرام طقيق الفاني 10 غرام كاكا ومر 60 غرام سكر حبيبات خميرة وقبصة ملح نضرب رشاد الملح سانيدا والفاني نضرب خالط نضيف باقي المكونات نصفه اضفه نضيف باقي الملح سوف نضيف باقي الملح نضيف البلد نضيف باقي الملح نضيف مع الاقتصدا نضيف يليل نضيف باقي الملح طريقة كما تشوفها الطريقة التحرك يعني ما نحركوش بالجهد او لا بسرعة قديم بقوا كامل تحت الفوق بشوية علينا باش كيبقى دك الهواء دخل في البيض دينا غنستمر بحلكة من بعد غادي نضيف عوداني دقيقة بنفس الطريقة كنغرب له باش كنتفادو اي تكاتولات في الطحين كنت نتفادوها باش مكيبقوش عدنا كيبقاش لجنواز محببا او لا دا كتجي يعني خالط متجانس وليين غدي نستمر بالتحريك بحلكة وغادي ندير كما شتورة تدقيق على دفعات يعني على ماشي دفعات واحدة كما كيقولوا يعني دقة دقة بشوية 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 ضيفوا للدقيق وخلطوا بحلكة باش كطلع لكم الجنواز هي هادي كتصدق لكم ناجحة يعني ما تديروش كل شي دقة واحدة هنا عودتين هذيك الدفعات الثانية هانا درتها غنضيف لها خمارة خمارة وحدة وراما درتها كاملة هنا عندي ديال 8 جرام راما درتها كاملة سوف نستمر بالتحريك بها الطريقة حتى كتجمع لنا هذي المكونات كاملة وكن حصلو على وحد الخالط متجانس كما قلت لكم سوف أجد الفران خديت واحد لاتا ديالي 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 بابي كويسون سوف نخوض الخليط سوف نضيف فران على نار مهيلة سوف نرى المراحل اخذت 400 ميلي لتر كريمة السائلة سوف نضيف فويتين سوف نضيف فويتين سوف نضيف ميزان بياس سوف نضيف مكومنات نضيف ملح اضافة رشد الملح و الفاني اضافة ملح و الفاني الملح والفاني وبيض البيض نحتاج طراب يدوي 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 نضيف الزبدة نضيف المكونات ونضيف المكونات ثم نضيف المكونات ونضيف المكونات نضيف المكونات ونضيف المكونات نضيف المكونات بتزيمي ونضيف القصو قم بتصدإ Sauكافة المكونات اخذ الفران مجنش مكونات دهن السعواء سوف نخشي الفران لا تقلق اجل تقلق فران نحن ادخل الفران سوف يتحمل و نخرج من الفران و نكمل الخالط سوف نبين لكم غير شانتيون و انتم سوف يتحمل الباقرة و صورتوا و صورتوا من بعد لا تغلطوا و تبقى بزر هنا بعد ما خرجتم من الفران سوف يتحمل و يتحمل و يتحمل و يتحمل و نقوم بزرورة و نحضر جذب و نحضر جذب و ننبينها و نحضر جذب و نحضر جذب و نفتح و نتحمل و ننضيف و ننضيف نفح ويشخوري نعو تاني هذه الجنواز من بعد ما طابت تعييرات طيب من بعد ما طابت خليتها بردات قطعتها بالقياس اللي بغيت حيثت الجوان بديل الجنواز بالقياس من بعد شوكولات 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 كان اطاليا عليها كاملة شوكولات هاد عادي ممكن تديروا الشوكولات اللي يكون فيه نسبة الكاكاو عالية هنا في المرحلة درت الشوكولات العادي صافدها انتا به وخليتوا يرتاح شوية ولماش تدرسوا بردات ولا ديروا في تلاجع خذيت هادك هاد الاطال هذا سوغلفت بوحد الفيلم المنتيغ وهذيك الواجهة اللي درناها شوكولات لديها الشوكولات لتنسقي الجنواز انا لديها الشوكولات لديها الشوكولات وليس تفزك وليس تقطعها وليس تقلق مقرمشة هنا بالنسبة للطبقة المقرمشة قمت بها 10% تقريبا 70غ قمت بها مكسرة مقرمشة وليس تقلق مقرمشة وليس تقلق بخاليني حين نسيج المضاء بخاليني انا مقرمشة جنسولية سقطت حليب طبقة مقرمشة جنسولية جنسولية سقطت حليب كريمة قمت بحضار جلاتين اضع جلاتين سقطت حليب سقطت حليب سقطت حليب شكورة مقرمشة شكورة سقطت حليب جلاتين شكورة نضيف الشوكولات نضيف الشوكولات نضيف الشوكولات نضيف الشوكولات نضيف الشوكولات نضيف الكريمة والشكولات لديك الكريمة 200 ملل ترى الكريمة نضيف الكريمة نضيف الكريمة نضيف الكريمة من بعد نضيف لها جوج ورقات الجيلاتين ونضيف لها الكريمة ونضيف لها الكريمة ونضيف لها شوكولاته ونضيف لها موس شوكولاته ونضيف لها موس شوكولاته ونضيف لها الكريمة ونضيف لها الكريمة لنضيف لها جوج وموس شوكولاته نضيف للموس وشوكولة نضيف للموس وشوكولة نضيف للموس نضيف للموس نسرح نضيف للموس نضيف للموس نضيف للموس سيجب تغلق السيطرة شركة دعونة دعونة يجب تغلق السيطرة محلات ودعونة الخطوة سنسرح في هذا المصدر يجب تغلق السيطرة ويجب أن عمل فأنا نعرف السيطرة حتى يتم تغلق وبدأت لها المونتج وحبسها ستلاحظوا الفرق كان اعتدر لي انا مزال شويعي انا قدرت واحد الوبيراسيون الصوت يرجع لي ويمشي كان اعتدر منكم على الصوت المهم هنبعد ما خليتها تقريبا شي سبعة تسويع في فريقو من لا احسن تديرها ليها كاملة تقريبا شي سبعة تسويع اللي خليتها في القنجلاتور كان دوزي بحلقة نسخنها من الجنب سافي اولا تديروا شي فوطة خشيوها في الماء السخون ودوزو عليها من الجنب باش تحاولوا تحيدوا تدموا ليها من هاد ال لهاد الايطار يعني بطريقة جيدة باش ما يتهرس لكم شو الله يتشققوا لكم من الجنب سافي هنا بشوية نحيد الايطار ديالي بالنسبة للقلاساج تنحط لكم فيديو خاص به يعني انا ما سجلتوش صراحة تنسجل لكم مرة اخرى هاد القلاساج مغواغ اللي ودرت فيه مئتين قرام ديالساندة سبعين قرام ديالما سبعين قرام ديالكاكاو مئة وعشرين قرام ديالكريمة وربعات الوراق ديالجيلاتين اول حاجة كنناخد هي الماء والساندة والكريمة كنغليهم كنخلطهم ونضيهم يغلو من بعد كنحيدهم من فوق البوطة كنزيدهم سبعين قرام ديالكاكاو كنخلطهم مزيد اختلك مستهحية وتخلطهم مزيد رجوع المجرح أغلبت من فوق البوطة ويتغلاء يوضعم أزيد البرد من أجري ولا تقتل احتفظ تفلقت اضع يدخل تاخذها كامل وكامل الان واندى افتر هاتف واندخل اوه اوه اطلاق املا املا انتمنى ان البنات يعجبكم و تجربوها و تكتبها في الكومونتاغ كيفاش صدقات لها هنا ممكن تشوف هذه البلايسات اللي ما تزليش عليهم القلاساج بالنسبة للقلاساج من الفوق كيف يبال لكم بحلة في تموجات هادك مع الجليج عندي بحلة تروضع تروضع كسلي على القلاساج و تحلم فيه التموجات بالنسبة للزين كما تشوفو حدث شوية ديالة كفويتين دوسوا في الجناب من الفوق يعني زين بسيط هادوك عقادة للشوكولات و هادوك ماكارون من الفوق ممكن تخليها سامبل ممكن كيفما بغتو تزينوها انا دارت زين بسيط نتمنى انه و الفيديو يعجبكم و نخليكم في فيديو قادم ان شاء الله موسيقى موسيقى